ما قدرنا هتكون كباية دقيقة دقيقة عادي جدا متعدد لاستخدام عفوا هنحتاج نص كباية من السميد اللي هو دقيقة البسبوسة بدون اي اضافات اللي معلوش ولا جسد الهند ولا اي حاجة معلقتين كبار نشا معلقتين كبار من الزيت نص معلقة صغيرة من السكر نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية نص معلقة مش كتير رشة ملح نص كباية مية دافية وزيت غزير علشان نقلي بيه اما الشربات بتاع صوابع زينب زيه زي الزلبية زيه زي بلح الشام شربات قوامه لحد ما تقيل وهيبقى عبارة عن ايه كبايتين من السكر كباية مية عصير نص لمونة ومعلقة كبيرة من العسل الابيض بنحط السكر والمية على النار وندوب السكر في المية من غير ما نخلي السكر يجي على جوانب الحلة اللي احنا شغالين فيها لما يغلي كويس قوي قوي والسكر يدوب اضيفي عصير اللمون وسيب الخليط على النار حوالي 7 دقايق لغاية ما تلاقي الشربات بدأ يعمل رغاوي بيضة على الوش خلاص شليه منه على النار حطي معلقة العسل الابيض واركنيه على جنبي يبرد علشان تقدر انك انتي تستخدميه مع صوابع زينب بنقدر نعمل كمية كبيرة ونحطها في التلاجة عندنا بتنفع جدا جدا بيبقى دايما الشربات لما بيكون جاهز في التلاجة بيخلينا عندنا قابلية ان احنا نقوم نعمل اي حاجة حلو عشان عندنا شربات جاهز مش لسه هعمله واسيبه يبرد تعالي بينا بقى حطينا دقيق دقيق المخبوزات العادي او دقيق متعدد لاستخدام العادي حطينا دقيق السميد حطينا النشا حطينا السكر حطينا زرة ملح حطينا الخنيرة كل المواد الجفة حطيتها هبتدي اعمل كده وقلب انتو مش جايبين لي معلقتين زيت صح انا اخدهم من عندي مش كده طبعا الدقيق ما نخول والدنيا تمام قلبت المكونات مع بعض تعالوا ناخد بقى معلقتين زيت ما تقطريش معلقة التانية وابتدي بقى افرق الكلام ده كله بأدية تمام هتلاحظوا كمان انا بعجن بأدية العجينة كمان مش محتاجة ولا عجان ولا محتاجة اي حاجة خالص بصوا بصوا قوام الديق بقى اعمل ازاي بقى منادي شوية هبتدي بقى اخد المية واعجن بقى الخليط ده مع بعضه كويس جدا مية دافية ويلا انا احتاجت فوق المقدار اللي انا استخدمته للمية حوالي معلقتين كمان وخلاص تمام اهمنا حاجة العجينة تكون متمسكة هنا العجينة مش لينة عجينة مسكة نفسها اهو بالشكل ده اعجنيها شوية تلات اربع دقايق كده تحسي ان خلاص الدنيا تمام وبعد كده هنعمل ايه هغطيها واسبها ترتاح ترتاح قد ايه ربع ساعة مش اكتر من كده انا مش عايز اخمرها انا عايز اريحها بس علشان اه تتشكل معي بسهولة خلاص خلصنا ونغطيها ونحطها ايه بسم الله رحمن الرحيم ربع ساعة بالزبط علشان اقدر اشكلها بعد كده هنشكلها كور متساوية يعني بعد ما ترتاح ربع ساعة هكورها كلها كور متساوية بالشكل ده زي ما انتم شايفين وتعالوا نشكلها بقى علشان نبدأ نحمر اه لو عايزين اجيب لكم اكتر احنا عندي كتير عندي كتير قوي طيب نشكل السخن او الزيت اغطر اشيله خلص عشان يهدف وهدي النور كمان شوية طيب تشكيل صوابع زينب اشكلها على ايه تقدر تشكليها على مبشرة مش هتقولك لأ تشكليها على المصفة بتاعة الطعمية والبطاطس والحاجات دي مش هتقول لنا لأ اي حاجة شغالة حتى المبشرة اللي هي عارفين اللي هي شكل العلبة دي لا مش للدرجة دي تعالوا بينا بقى ايه ناخد كده بصوا بابتدي افردها كده شايفين وبعد كده نروح لمنها بالشكل ده تطلع معاكي عارفين اللي هي الشكل المنقط ده اهو بينا معنا خالص ايه تمام ده كده شكل لطيف جدا نعمل واحدة كمان نتكور كلها قد بعضها فردنا الكورة بالشكل ده وبعد كده برجع قلمها تاني بسم الله ضغط عليها نزيدة شوي دخلتها قوي زي الفور تعالي نعمل واحدة تانية كده مجرد ان هي تاخد العلامة وبعدين نبتدي من لبنها فتطلع معنا بالشكل ده اهو يلا بينا نشكل شوي كده عشان لما ننزل الزيت ما ينفع عشان نزل بقى ايه كم واحدة كده في الزيت وايه احمرهم فمش هياخدوا تسويتهم وهيتحمروا بسرعة بسرعة من غير ما ناخد النتيجة اللي احنا عايزينها عشان كده هعمل شوي حلوين املى بيهم الواق اللي انا حطها على النار الشربات لازم يكون بارد وصوابع زينا بطلعها كده سخنة من الزيت علشان ننزلها في الشربات البارد على طول ما بتخمرش نقول تاني صوابع زينب ما بتخمرش لقبل التشكيل ولا بعد التشكيل علشان تاخدي نتيجة افضل ما تخمرش لو خمرت يعني احنا عندنا كم حاجة هنا ممكن يفتحوا مننا في الزيت بسبب ان هم موجودين هنا جنب الحرارة فابتدوا يخمروا وده مش صح كده سغننة يلا بينا دي اللي لسه معمولة دي اللي لسه احنا عجنينها زي الفل بصوا وتشكلت والدنيا تمام نتيجوا بينا ننزل الزيت بقى بسم الله زي ما قولنا صوابع زينب ما بتخمرش تمام عشان تاخدي نتيجة افضل ما تخمرش وشكيلي بسرعة بسرعة ونزلي الزيت قبل ما تخمر لان لو خمرت هتلاقيها فتحت ونفشت منك في الزيت وبقى شكلها مش حلو الزيت سخن على درجة حرارة متوسطة ونحمر لغاية ما ناخد اللون الدهبي الجميل وتطلع على طول وهي سخنة في السيرب البارد احنا وصوابع زينب ما شاء الله طلعة طحفة جدا تمام حتى اللي لسه انا عجنها قدامكم اهي هي دي انا عمل اشكله وحط في الزيت ما شاء الله طلعة اكتر من روعة هسيب بقى تاخد اللون التمام واللي اتحمرت نزلناها على طول في الشربات اللي قوامه لحد ما تقيل زي ما انتم شايفين كده بصوا تنزل كده نغطاسها شوية وبعد كده نطلعها على مصفة علشان تصفي الشربات الزيادة زي الفل اظن ولا اسهل ولا احلى اللي على النار نخلي بالنا منها زي ما اتفقنا الزيت سخن النار متوسطة خليها تتحمر تحمر كويس وبالتالي مش هتبقى معجنة من جوه هتكون مستوية تنزل بقى في الشربات تشرب منه على طول وتبقى مقرمشة ولذيذة جدا جدا يبقى صوابع زينب ما بتحتاجش تخمر يا جماعة عشان لو خمرت هتبوز منك يا دوبك بتعجيني هتريحيها عشر دقائق ربع ساعة بالكتير شكلي وقلي على طول في ساعتها ما تستنيش هي بدأت اخد معنا اللونة هون تعالوا نرس اللي احنا حطناها في الشربات دي بعد ما تصفت على البال ما دول ياخدوا اللون بسم الله الرحمن الرحيم ايه الجمال ده طحفة جدا ما شاء الله بجد شايفين شكلها ما فتحتش ما نفشتش علشان على طول بتتشكل وعلى طول تتحمر ما تستناش كده اللون اعتقد حلو قوي يلا بينا دي العجينة اللي انا لسه عاملها على الهوى اللي عجنتها قدامكو هي كت عايزة لون اكتر من كده بس احنا بقى هنكتفي بهذا القدر هي استوت والدنيا تمام تنزل بقى في الشربات التقيل نستيبها شوية كده عشان تمتص منه هي سخنة والشربات بارد ما تفي بقى البتجاز بتاعنا خالص اظهرنا صوت الارماشة باين هايل جدا ونطلع بقى من الشربات على المصفة علشان اي سكر زيادة واي شربات زيادة يتصفى معانا كده وبعدين نقدمها طيب لو انت شغالة كده العجينة لقتيها بتنفش ولا لحاجة اعجينيها تاني وفرغي خالص خالص منها التخمير مش عايزين اكتر من كده احنا كده تمام جدا جدا ما شاء الله الطبق شكله يعني مبهج ويفتح النفس بصراحة وقادي صوابع زينب وما قادرها وما قادرها يقد ايه كانت سهلة وقد ايه طريقتها كمان كانت سهلة جدا جدا وما اخدتش مننا وقت ولا مجهود عايزاكوا بقى تخلصوا الحلقة وبالليل بقى كده ايه اموا اعملوا شوية كده عشان قعدت بالليل دي في الجو اللطيف اللي احنا فيه اليومين دول اللي هو لا هو حر قوي ولا هو برد قوي جو حلو قوي قوي اليومين دول اقعدوا مع بعض كده في لمة العيلة تاكلوا حاجة حلوة والف هانا وشفها